صراع خفي بين الكريملين وقوات فاغنر نعم تم إحباط التمرد ولكن شبكة شركات مترامية الأطراف يضع الدب الروسي عينه عليها ساعيا لخوض واحدة من أكثر عمليات الاستحواذ تعقيدا في التاريخ يفجيني بريغوجين القائد الذي بات رقما صعبا في ميدان المعارك وأيضا في الساحة الاقتصادية التي تدر أموالا طائلة سنوات من إنكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتباطه بهم لكنه مع اعترافه بتمويل المجموعة بتسعمائة وخمسين مليون دولار يبدو أنه يحاول خوض تحدي هائل للسيطرة عليها أو على الأقل على أملاكها صحيفة وولستريت جورنل الأمريكية ترحت تساؤلا من يسيطر على إمبراطورية الحرب والذهب التقرير أوضح أن أكثر من سبعين شركة حول العالم ارتبطت أسماؤها ببرغوجين نصفها يتحكم بالمقاولات الحكومية والعقارات والأصول الفاخرة كاليخوت أما النصف الآخر فيشكل وجه فاغنر الذي يدخل في أنشطة التعدين والمرتزقة لكن في الحقيقة كلها عبارة عن امتداد لشركات وهمية مترابطة تشترك في التمويل إحدى هذه الشركات تنفذ عملياتها في سوريا وتطور النفط والغاز على ما يقرب من عشرة آلاف ميل مربع من أراضيها وكذلك توطد علاقتها مع مدغشقر ثم تنقب في أفريقيا الوسطى عن الذهب والماس وبحسب وولستريت جورنل فإن عدد شركات فاغنر في روسيا يبلغ أربع عشرة شركة إضافة إلى أربع في سوريا وخمس في جمهورية أفريقيا الوسطى وثلاث في السودان واثنتين في مدغشقر واثنتين في مالي أسراء الصغير العربية لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر